السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتم نواصل تطور والنمو هذه فلفلة البوت جلوكيا اللي زرعناها في النظام الهايدروبونيك اللي سويناه في الفيديو الأولي وراح يطلع لكم رابط للسلسلة كلها فراح نضيف فيديوهات على هذه السلسلة عساس نتابع تطور والنمو هذه النبتة مثل ما احنا شايفين ان النمو والنبتة بدأ يزيد يعني صار فيه غطاء للنبتة صار فيه توريق صار فيها نمو خضري قوي الأوراق خضرة جدا اللون شوي يمكن مبواضح عندكم ولكن نموها صحي وجيد وقعد ألاحظ أن نموها أحسن من النباتات اللي في التربة معنا هذي نوع ثاني ولكن هذي فيها رطوبة زايدة بالرغم من أن هي مزهرة وفيها بدايات تثمير ولكن نلاحظ هذي التقوص اللي قاعد يصير في الأوراق اللي صار التقوص على فوق هذه معنات زيادة الرطوبة في الأصيص أن الماء ما قاعد يجف بشكل سريع ولكن لأن البوت جلوكي هذي في مضاخ أكسجين فالجذور قاعد تحصل على أكسجين كفاية بعكس التربة اللي ما قاعدة تجف بشكل كفاية أول فترة مثل ما كنا شايفين أن نسبة الرطوبة داخل الخيمة كانت جدا عالية يعني كانت توصل فوق التسعين بالمئة فاللي سويت أنه فتحت الفتحات المتقابلة من هذي الجهة هني وعندي هني فهذلين فتحتهم على أساس فيه شوي تيار فيه تحوية فالرطوبة تنزل أو نسبة الرطوبة في الداخل الخيمة تنزل إلى نسبة تقريبا حاليا تقريبا خمسين بالمئة كانت شوي أعلى من خمسين بالمئة قبل لأفتحها ولكن تقريبا خمسين زايد قاصر شوي والحرارة كانت 19.4 تقريبا تقريبا نفس الحرارة عموما اللي راح نشوفها مع بعض في هذه المرحلة اللي هو نمو الجذور أنا شفتها من فترة ما شاء الله نمو الجذور قوي جدا فراح أزيل المصباح هذي وراح أرفع النبتة علشان نشوف جذورها فما شاء الله عندي نمو جدا قوي في الجذور مثل ما احنا شايفين ما شاء الله جذورها كبرت بشكل جدا صحي وجدا قوي مثل ما احنا شايفين فهذه كلها جذور جديدة قاعدة ما شاء الله تنمو طبعا بين فترة وفترة لازم أزيد نسبة المحلول في الحوض أو في الخزان على أساس أنها تحصل على الغذاء ومستوى الماء ما ينزل فراح أعيد الجذور إلى الداخل شوي بدأت تصير كبيرة ونلاحظ أنه كيف بالنسبة حق حجم النبتة ونلاحظ أنه كيف بالنسبة حق حجم النبتة وجذورها نسبيا حجم الخزان صغير مقارنة لو كانت النبتة في أصيص هذه النبتة الثانية اللي شلناها مثل ما تذكرون اللي كانوا نبتتين وشلنا واحدة وحطيناها في الهايدروفونيك الثانية ما بغيت أقطها فخليتها في أصيص وتونية الحين بس ناقلها في أصيص أكبر اللي هو هذه الأصيص هذه الأصيص يمكن 6 لتر توقع في هالحدود الحين توها بادي أنه تفرق من فوق وتفرق من فوق وتبتدي تكون هذي الغطاء فنلاحظ الفرق في النمو بين الهايدروفونيك والنبتة العادية اللي في التربان طبعا هذي صار لها تقليم للجذور فمرت في صدمة فالمقارنة غير دقيقة 100% ولكن على الأقل نقدر نشوف الفرق يعني فرق جدا شاسع وهذي متوقع مع الهايدروفونيك أن النمو يكون أقوى ولكن احنا ما ندور بس نمو وأحنا نبغي نشوف تثمير فيها غدد زهور كثيرة ولكن ما قاعد أشوف أي تزهير يعني أي زهر مفتوح وبالعكس أشوف فيه إسقاط للزهر جدا عالي ولكن أكون صريح معاكم حتى البوتجالوكية اللي عندي في الأصايص وفي أصايص كبار عندي بعضهم في 40 لتر البوتجالوكية عموما تسقط طي زهر بنسبة عالية تثميرها شوي صعب حسب ما قريت في الماضي أيضاً صار عندي نباتات قوية من البوتجالوكية ولكن أو القوست بيبر ولكن ما ثمرت فإن شاء الله هذي راح تستمر في الهايدروفونيك وإن شاء الله أتمنى أنه راح تتمر النباتات بين فترة وفترة إذا لاحظ عليها علامات مرض أو كذا أرشها بالنيم فأيب المرش وأرش النيم بالذات أسفل الأوراق هنا بدأت أتشوف عندي بعض المشاكل في الأوراق اللي صايرة أسفل هنا الأقصان اللي قاعدة تنمو هذه الأقصان اليديدة فأيضاً راح أرشها بالنيم لأنه خوفي أنه يكون فيه سبايدر ميتس داخل الخيمة فإذا فيه سبايدر ميتس راح تنتشر وراح تسبب لي مشكلة مع النباتات كلها فراح أرش وراح نتابع تطورهم إن شاء الله فهذه مجرد متابعات التطور والنمو لنبتة الفلفل البوت جلوكيا في الهايدروبانيك فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن تتركونا في قسم التعليقات وأتمنى الناس تستفيدون من هذه التجربة أو من اللي قاعدة أسوي واللي عنده تجربة في الموضوع ممكن يفيدنا في التعليقات خلال الخطوات على أساس ممكن نصلح أغلاط قاعدة أسويها بسبب عدم الخبرة وأتشوفكم إن شاء الله في الفيديو في أماننا